السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة يومية وشيوات منار كنت منها تكونوا على خير إن شاء الله في هذا الفيديو إن شاء الله اللي بنتغل نشارك معكم حلوة لك خيم بطريقة جد سهلة وبسيطة وصراحة حلوة كتطلع ممتازة شكلا ومداقا كنت منها إن شاء الله تنالإعجاب ديالكم مع طريقة تحضير الجنواز يعني بمقادر جد مضبوطة وطريقة ناجحة جدا فكنت منها إن شاء الله تنالإعجاب ديالكم وكمالعدام ما تنسوناش بالدعم للقناة ليش في القناة ديالي أول مرة قدير أبني وفعل جرس ويشارك القناة مع الأهل والأصدقاء دياله فضلا وليس أمرا وإن شاء الله باش نتشجعوا ونزيدوا إن شاء الله عند قولنا نجيبوا الجديد دائما فبالتشجيعاتيكم نستمر وكنت منها إن شاء الله القناة تنالإعجاب ديالكم فهنا البنات بالنسبة للمقادر دياله جنواز فغدي نحتاج مئتين وخمسين جرام ديال سنيدة تلتمية وعشرين جرام ديال دقيق الفورس وثلاثة ديال الخمارات حمر فبالنسبة لبيض غدي نحتاجوا العشراء ديال البيضات وعيد المقادرة للبنات 250 جرام ديال سانيدة 320 جرام ديال دقيق الفورس 3 ديال خمارات ديال حلوة الحمر و 10 ديال البيضات فهنا فقنا قد ناخدوه البيض ثم قد نضيفوه سانيدة وقد نطربوه مزيان حتي تبدلي اللون و الضعف الحجم ديالو كما كتلاحظو دابل بنات غاد نضيفو الدقيق الفورس مع الخمارات الحمر يعني الخمارات اللي الحلوة فغنضيفوه مزيان دقة وحدة وغاد نطربوهو بالطرب الكهربائي فكما سبق لو قلت لكم في الفيديو الفارض انني كنت ملك نضيف الدقيق كنخدموه بسباتيولا يعني كندمج الدقيق مع البيض في اتجاه واحد بسباتيولا حتى كندمج الدقيق مزيان فمن لي جربت هادا يعني بكنخلط كل شي بالطرب وصدقات يعني اللاجين وازمة كيوقع عليها حتى شي حاجة كتبقى هي هي وكتجي عاد بالعكس كتجي خفيفة وكتجي زوينة بزف فبديت كندمج كما كتشوفوه بالطرب الكهربائي والنتيجة كتجي ممتازة صافي هنا صالينا من دمج ديال الخالطة ديالنا عاتيولا غاديناخد لاطا يعني لبسها با بابي آكويسون أو جورنال أو أوراق بويض هاك عاديين فكلبسهم مزيان اللاطة ديالنا والفران راني شاعل عليه يعني غادي ندخلو لجنواز ديالنا على الفران سخون واحد شوية فكما كتلاحظو القوام ديال لجنواز كيفاش داير سفي هنا غادي نسرح يعني الخالط على اللاطة مزيان وغا ندخلوها الفران فالمدة ديال طهي ديالها من 20 دقيقة حتى الـ 25 دقيقة ما كتاخدش لنا الوقت بزاف واي لجنواز ديالنا واجده صراحة كتجي خفيفة وكتجي ناجحة وكنتمنى ان شاء الله يعني تجربوها وترضو عليها في التعليق صراحة جيت لجنواز جدا ممتازة ديبا غادي نخليها تبرد لنا واحد شوية ثم غا نقلبوها وغادي نحيدو لها للكاغيط فاك تحيد بسهولة وغادي نقطعو لجنواز على الشكل ديال لتخديرنا كيفاش بغنها نجي دائرية مستطيلة مربعة على شكل قلب الميام غا نقطعوها الشكل اللي بغينا احنا وغادي ندوزو نخدمو لكخيم باش نمنطيو الحلوة ان شاء الله بنسبة لكخيم ليستعملت هنا لبنات وغادي نطربو لكخيم ديالنا مع الكاكاو مزيان حتى اطلع لنا لكخيم وندوزو نشكلو الحلوة فمن بعد ما طلعنا لكخيم ديالنا دبا غادي نمنطيو الحلوة غادي نوضعو الطبقة الاولى من لجنواز غادي نسقيوها مزيان من طبيعة الحال فسيرو هنا اللي خدمت درتكس ديال الماء نصف كاس ديال سانيدا وصشياء ديال الفاني كنوضعوهم في الكاسرونة كي يغلوهم مزيان عاد كنخدمو بيهم فغادي نسقيو لجنواز ديالنا مزيان يعني طريقة سهلة غادي نوضعو طبقة ملا كخيم ثم هنا قطع ديال كيوي قطعته قطع صغيرة بالنسبة لديسر كتضيفو اي ديسر عندكم غادي نبسطهم بها الطريقة هادي باش ملي نحطو طبقة اخرى ديال الجنواز يعني تحط بطريقة زيانة كيما كتلاحظو فهادي طبقة تانية فنضغط عليها هكا باش يندمجو الطبقات وغا نسقيوها من طبيعة الحال ضروري يعني لجنواز منبقو نسقيوها ثم غا نضيف طبقة من الكخيم وطبقة اخرى من الفرز فاته وقطعته قطع صغيرة وغادي نبسطو بنفس طريقة لقدرنا الطبقة ديال كيوي صراحة هالطريقة هادي ديال تعمر الحلوة يعني من الداخل بالديسر او بالفواكه الجافة طريقة زوينة وكتجي فيها لطاقت كتجي زوينة بزاف موسيقى اشتركوا في القناة وهدي طبقة الاخيرة سوف هنا غدا نحيض الاطار ديالي وغدا نبدأ يعني في تزيين طريقة بسيطة وسهلة متناول ديال الجميع موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 في من بعد مسالي ترجمة نانسي قنقر غدا ندوزوه التزيين بالديسير فغدا ناخد الفريز غدا نقطعوه بها الطريقة هذي عفون يعني رقيق وغدا نبدأ نحطوه في ديك المثلاتات غداستمرو تنساليو وبقومعيا للشكل النهائي ان شاء الله شكرا وهذا هو الشكل النهائي الحلوى ديالنا اللي كانتمنى إن شاء الله تنال إعجاب ديالكم فحلوى بسيطة والمدق ديالها ما نعود لكم مش مدق جيد جيد ممتاز وكانتمنى إن شاء الله تجربوها إن شاء الله وتردو عليها فمن بعد ما قطعتها ثم كيفش كي يجيو ذوك الطبقات وكيفش كتجيها صراحة حلوى ممتازة وشكرا لكم وما تنسوناش بالدعم إلى فيديو قادم إن شاء الله